مزارع الأمح والأطن والبنجر أمح يعني دقيق أطن يعني الدهب لبيض بنجر يعني السكر عندنا خمس أصناف جديدة تم استنباطها من الأمح وربعمية وخمسين نقطة تم تجهزها لاستلام هذه الأقماح عندي واحد وعشرين ألف حقل استرشادي لتوعية أخويا المزارع والفلاح المصري عندي خمس أصناف جديدة من الأطن وظل كنت تكلمتكم مرة على الأطن الملون اللي احنا بنعمل عليه الأبحاث هو موجود فيه الإطار البحسي أنا شفت بعيني هذا القطن مسكته بإيدي القطن بلون ده لونه بيج ولونه مش عارف بقى بيسموه ايه كده حاجة بنفسدي فاتح للا وفيه قطن لونه لبني كده شوي طبيعي هو خلقته طبعا ده بيقلل بعد كده من تكلفة الأصباغ وما إلى ذلك في وقت التصنيع عندي البنجر عندي علاوة على اسمها علاوة الحلاوة أي تركيز السكر على كل بنت فوق الستاشر في المية بدلا من أربعين خليناها مية عندي امتين جنيه للفدان خدمة أرض عندي توفير زراعة آلية مجانا للمزارعين الراغبين في زراعة بنجر السكر وطبعا تصرف التقاوي بالمناسبة مجانا للعروات المبكرة وخمسة وسبعين في المية دعم البقية العروات ترجمة نانسي قنقر